ديمستورا في مخيمات لاجئين الصحراويين زيارة ثانية للمنطقة في سياق لقاءتان هدفها تعمق المشاورات مع أدراف النزاع في قضية الصحراء الغربية المحتلة لبحت سبول إيجاد حل للأزمة بطبيعة الحال زيارة ستيفان ديمستورا للمنطقة تأتي كما جرت العادة في إطار مهام المبعوث والمكلف بتسوية ملف الصحراء الغربية بشكل عام هذه خطوة روتينية كشكل من أشكال أجراءتنا زيارة ديمستورا تأتي في وقت تشهد فيه القضية الصحراوية حركية سياسية وبروزا على المستوى الدولي والإقليمي من جهة وخناقا على نظام المخزن من جهة أخرى غير أنه الآن القضية الوطنية تشهد حركية سياسية وبروز على الصعيد الدولي والإقليمي بعد تراكم الأحداث والمسجدات في ذات السياق قوة الاحتلال تحاول دائما مسابقة الزمن تحمل سخرة سيزيف وتحاول فرض الجمود والتنصر من كل الاتزامات الدولية وتنظيف تعنتها المفضوح الذي يعمل على القفز على البعد القانوني والسياسي والتالي هي القضية الصحراوية بشكل عام محاولة جديدة لديمستورا من أجل إحياء العملية السياسية رغم صعوبة المعطيات الميدانية وتحدي عودة العمليات العسكرية بالمنطقة